مشاهدين الكرام عودنا إليكم بعض الفاصل وأرقام وأسواق وضيف الحلقة لأستاذ ريمون نبيل محل الأسواق المال برحب بحضرتك على قناة أزاري ببرنامج أرقام وأسواق أهلا بحضرتك أستاذ المشاهدين أهلا بك يا فندم في البداية ما تفسيرك أستاذ ريمون لصعود المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية بأكثر من 66% منذ بداية هذا العام؟ يعني هو الحقيقة يمكن 2023 كان عام استثناء في أداءة بورصة المصرية إحنا لو هنتكلم عن المؤشر سريعا هو بدأ العام عند 14600 تقريبا هندري حقق مستوى 25935 الكرام ده كان تقريبا في نوفمبر الماضي نعم إلى الآن هو ما زال يتدول أعلى الـ 24000 أغلب الصعود القوي بدأ يظهر منذ أغسطس كان عندنا أكثر من محور للصعود اللي احنا شفناه إن الأسهم المصرية أصبحت هي أسهم جاذبة جدا للتحوط ضد التضخم اللي بتشاهده مصر من منتصف 23 وظهر بصورة واضحة كبيرة من جهة أخرى أغلب الشركات المدرجة التي تمتلك مشروعات تدور عائد قوي أو عائد دولاري أو أصول استثمارية مصرية ذات عائد قوي بدأ يحصل لها عادة تقييم وبدأت تبقى ملفتة أو جاذبة جدا للتسمر سواء للمصريين أو للأجانب أو للعرب لفترة أخي عادة حسابات التقييم لأسعار الأسهم وعادة حسابات التقييم لأسعار الأسهم سواء بسعر الدولار في السوق الموازي أو سواء سعر الدولار حتى في السوق الرسمي نحن ما زلنا الأسهم رقيصة جدا بالمقارنة بالأسعار والقمم التاريخية لحققتها حتى في 2008 نحن لسه لم نعادل الأسعار أو القمم حتى لو كان فيه أسهم وصلت لقمم جديدة في 2023 23 بالتقييم الدولاري نحن ما زلنا لم نحقق 70 أو 8% من القيمة الفعلية للأسهم على أرض الواقع هذا بالنسبة للمؤشر الرئيسي لكن ما توقعت حضرتك المؤشر السبعيني أيضا بسوق مصر والذي قفز أيضا بأكثر من 92% منذ بداية العام الحالي يمكن المؤشر السبعيني ما كانش زات قوة واضحة بالمقارنة بالمؤشر السلسيني وده لنفس الأسباب اللي أنا شرحتها في القوة المالية للشركات الشركات المدركة في الأسهم السبعيني قد تكون مش بنفس القوة المالية ومش بنفس الجاذبية السسمارية للسنديق السسمار أو متخذي القرار السسماري للمدى المتوسط لكن خلينا نقول أنه قدر يحقق مناطق 5500 تقريبا ودخل بعد كده في حركة عرضية لكن للأسف بالمقارنة بعدد الأسهم اللي صعدت مقاويا أو نسبة مقاوية داخل الأسهم السلسيني هنلاقيها تخطت 80% بالمقارنة بالوزن النسبي لكن لما نقارن عدد الأسهم اللي صعد وحقق قمة جديدة بالنسبة للمؤشر السبعيني للأسف مصلتش لنص الأرقام دي كمان عندنا أسهم كتير مصلتش لقمة 2021 فمش أقدر أقول أنه كان هو الأكثر إيجابي إحنا قدامنا دلوقتي على الشاشة أستاذ ريمون المؤشر السبعيني لو حضرتك تقدر تحليلنا بشكل فني أكثر هذا المؤشر يعني هو أنا موضح بداية العام عند النقطة الموجودة دي إحنا بدأنا قرب مناطق 2900 نقطة حققنا 2500 لما هنجي نتكلم على المؤشر هدينا إحاق أو إحساس أننا عملنا طفرة سعرية لكن هو للأسف عدد الأسهم اللي عملت الطفرة اللي توازي نسبة صعود المؤشر كانت أقل من نسب العدد الأسهم اللي حققتها بالنسبة للمؤشر السلاثين أعتقد أننا في الربع الأول من 20-24 أي كوريكشة ممكن يحصل بالنسبة للمؤشر السبعيني مهم جدا أن أنا مكسرش مناطق 4800 في ظل أن أنا هقدر أحافظ على 4800 أنا لسا عندي احتمالية أزور 5500 ممكن أحقق في النصف الأول من 20-24 منطقة الستة لاف لكن 4800 لو اتكسرت الأسفل يبقى أنا ممكن هميل السايدوي أكتر وأتحرك في حركة عرضيبة بين 4800 4800 كحد أدنى وحد أقصى لـ 525 نرجع أستاذ رمونا للمؤشر الثلاثيني ونقدر نحلل الشارت حضرتك لو هتلم من حضرتك تفسير التحليل هنا لو ركزنا من عند البداية العام في يناير 23 كنا بندور عند الـ 14 600 زي من ذكرتها حضرتك قدرنا نوصل في طفرة سعرية لـ 25935 عدد الأسهم اللي استفادت من الصعود ده بالمقارنة بعدد الأسهم في المضاربات لا العدد الأسهم كان أكبر فإذن النسبة للإستثمارية أو الاستفادة الأكبر سواء للأفراد المستثمرين في المؤشر الرئيسي أو للسنديق الإستثمار كانت هنا أفضل أعتقد الربع الأول أي هبوط هيحصل هيبقى عندي مناطق لـ 2221600 دي منطقة أعتقد أنها تقدر تتصدل أي قوة بيعية أنا بميل إلى أن نحن منتظرين أي أخبار جوهرية اقتصادية في الربع الأول هي اللي هتحدد هل أنا أقدر أوصل للـ 27 ألف أو للـ 28 ألف خلال يناير أو هظل في تحارك عرضية ما بين 2221600 كمنطقة دعمة رئيسي منطقة الـ 26 ألف اللي أنا حققتها ويحصل تبادل لأدوار بعض القطاعات داخل المنطقة لو تحدثنا عن مناطق المقاومة والدعم هل تقدر تفصل لنا أكثر على الشورت؟ أوه إحنا في الـ medium term أنا لسه عندي مستهدفة عند 27-28 أنا شايف أنه يتحقق في الربع الأول لكن على الشورت ترمي أنا عندي إلى حد ما هنقول بعض جني الأرباح اللي بيتأخذ طريقة عرضية ويمكن ده كان واضح الأسبوع الأخير فأنا شايف عندي دعمة كواس جدا عند 23-23-23-400 ما أظنش أن من هنا لنهاية العام ممكن للأسبوع الأول من يناير أن أنا هكسر المنطقة دي الأسفل بسهولة خلال الربع الأول إذا ما ذكرت 22-21-21-600 هتكون منطقة دعمة رئيسية أعتقد أن أي هبوط ممكن يحصل للمنطقة دي هيظهر تاني عندي قوة شرائية وهطلع أجرب على مناطق 25-25-200 هأقول أن التصحيح انتهى بمجرد ما قدر أخترق مناطق 25-400 هبدأ أتنبأ أن أنا عندي قمة جديدة مش هتوقفني الـ 26-2000 لا أنا هروح لمناطق أبعد من كده لو هتكلم عن التوقع 24 فأنا شايف أن المؤشر ما زل تجاه ميديم تيرم ولونج تيرم إحنا ما زلنا في اتجاه صعاد لم يظهر ضعف قوي أننا أقول أننا هغير اتجاه أعتقد أننا لسه مرشحين نزور مناطق الـ 32-000 في النص الأول من 24 عظيم إذن باعتقد حضرتك لماذا تزايدت مشتريات العرب والأجانب في السوق المصرية وخاصة في هذا العام خلينا نتكلم بشكل عام عالميا أي دولة بيحصل فيها تزايد في أسعار الصرف بيعاد تقييم الأصول ويعاد تقييم قوة الشركات وقوة سباة الشركات على المدى المتوسط في المشاريع الستثمارية وهل الشركات دي كمان بتصنف هل هي عندها عائد داري ولا لا بنرجع بسرعة نشوف الفجوة اللي موجودة في أسعار الصرف إحنا عندنا أكتر من سعر الصرف حاليا لو أنا هتكلم عن سعر الصرف الموجود في السوق الرسمي الموجود في البنك المركزي فأنا ما زلت أسعار الأسهم بعيدة جدا عن أسعار السعر الصرف الموجود في البنك المركزي لما هجأ أقيم عن الصعود اللي حصل لو أنا بسيت على سعر الدولار في قمة 2008 مع سعر الدولار دلوقتي في السوق الرسمي فإحنا ما زلنا بعيدة جدا عن التقييم فإذن الأسهم المصرية أول بند هي ما زالت رخيصة جدا كقيمة استثمارية كقيمة قوة مالية هي لسه لم تحقق ما وصلتش للحد العادل رقم اتنين هي أصبحت أدالة تحوض بعض بعض فقدان الثقة لحد كبير في أن أنا أستثمر في أوعات الاستثمار الناس شافت أنها استثمرت في الخمسة وعشرين في المائة هو تسعة عشر في المائة قل لتنين التضخم قدر يعني ياخد العادة استثمارية بشكل كبير كمان وحصل أن في ضعفة في القوة الاستثمارية بتاعت الجن المصري فبدأ يحصل التحوض بالأسهم المصرية لأن تشاف يعني أنا ره هتكلم في عام تلاتة وعشرين لو أنا مستثمر في شهادة اللي كانت أكبر حاجة موجودة خمسة وعشر في المائة وبسيط على المؤشر المؤشر عامل ستين في المائة فإذا من الاستخدام التحوض في الأسهم البورصة المصرية هو عامل عائد زيادة مية في المائة عن عائد البنك ده بكل توضيع فالتزايا وما زالت هي إلى الآن رخيصة وما زالت بالمقارنة هتكون هي الأقوى في أربعة وعجل صحيح بما أننا وصلنا لنهاية العام باعتقد حضرتك إيه القطاعات اللي بتتأهى بصعود قوي في نهاية هذا العام يعني إحنا بدأنا بدأنا الصعود القوي كان اللي بيهيمن على الصعود قطاع البتر كموئيات وده كان لظروف معينة إدتوا السيطرة وإدتوا القوة الشرائية سواء بعض الشركات حصل فيها اندماجات أو استحوازات أو شراكة فهي كانت مسيطرة وهي اللي كان لها الفضل في أن نحن نخترق مناطق 18.500 قمة السابقة لـ 2018 ظهر بعدها قطاع البنوك بقوة كبيرة جدا في الربع الثالث وما استمرش للربع الرابع بالشكل اللي كان بدأ بيه الربع الثالث لكن الربع الرابع اللي بدأ بيقول إنه هو هو اللي هيكون التحرك الأفضلية ليه في الربع الأول هو قطاع لقارد وبدأ يظهر عنده قوة شرائية يمكن من بعد 15 أو 20 أكتوبر واضح قوي إن على الأسفل قطاع لقارد إنها بدأت تتحرك وبنسب سعرية أعلى من نسب صعود المؤشر في نفس الفترة الأخيرة في الربع الرابع فده بيقول إنه أي كوريكشن هيحصل هيكون الأفضلية لقطاع العقاري بجانب قد أتوقع أن الربع الأول هيظهر كمان قوة شرائية في قطاع المال غير مصرفي بتتوقع كثير من بيوت الخبرة تخفيض الجنيه بالربع الأول من العام المقبل يا ترى ما أثر ذلك على أداء البورصة المصرية وأيضا ما هي الشركات الأكثر استفادة من هذه الخطوة بالأخص خلينا نرجع إحنا لي ليه حصل الصعود والرالك كبير وحصل في 23 هو الفجوة اللي موجودة في سعر الصرف واللي بدأت تتزايد بشكل كبير جدا بعد 7 أكتور الفجوة السعرية دي لم تحل إلى الآن وبناء عليه في أزهان المستثمرين وأزهان مدرين الاستثمار عادة تقييم للأصول فبيبدأ يشتري الأسهم بأسعار متسعدة صحيح إلى الآن إحنا ما وصلماش للسعر العادل زي ما قلنا في السوق الرسمي مش في السوق الموازي الأزمة هيحصل تخفيض أسعار صرف أو تعوين بمعنى أدق زي ما إحنا عارفين كلنا الدارج بالنسبة للشعب لكن إحنا عندنا مشكلة هل في القيمة الاستثمارية بتاعت الجنيه ولا المشكلة في ندرة الدولار لا هي الحقيقة المشكلة في ندرة الدولار إحنا ما عندناش العملة الدولارية اللي تقدر تغطينا في المتطلبات اللي مطلوبة مننا فده اللي عامل الأزمة لو تم حل الأزمة وبدأ يحصل توفير للالتزامات المطلوبة مني على أقل لشهر 6 24 هأعتقد ممكن ندرج التعويم شوية لنهاية الربع الأول لا لو استمرنا غاية يناير أعتقد أنه هيكون الضغوط أقوى أن أنا أبدأ أحرك سهر منذ قليل تحدست مع حضرتك بشأن الخليج والاستثمارات الأجنبية كان دايما عينها على مصر باعتقد حضرتك هل سنشهد عمليات استحواذ خليجية بالبورصة المصرية في الفترة المقبلة؟ أعتقد هو ده بدأ في 23 وهيكمل معنا في 24 ويمكن الحكومة اتكلمت على نية بيع بعض الشركات ونية بيع أجزاء من الشركات والشراكة للتطوير وأن كمان صندوق النقد كان هل أنه من ضمن البرنامج لتعديل الاقتصادي أنه سيكون عندنا بعض التخرج من بعض الشركات فده بيقول أننا هيكون عند لسه عروض سواء كان في الربع الأول أو الثاني أو سواء يمكن بعض الأرض مأجلة لوصول توازن في أسعار الصرف لكن هيكون عند عروض لبعض الشركات وهيستمر وهيكون فيهن دماجات سواء جزئية أو كلية ده هيظهر معنا في النصف الأول من 24 إذن ما توقعت حضرتك لنتائج أعمال الشركات الكبرى بالربع الأخير من 2023 الذي أوشك بالطبع على الانتهاء نعتقد أنها أغلبها هيكون جيد هيكون جيد بالمقارنة كمان بالفترة المماثلة في 22 لسه ما زلنا عندنا بعض الشركات عندها مشروعات للمدى المتوسط ما زالت مستمرة مع ارتفاع أسعار الصرف بدأ يدرللها عائد أعلى زي ما قلت لحضرتك لأن العائد بتاع دولاري فأنا شايف نتيجة العمل هتستمر في التحصم وهتستمر كمان معايا في الربع الأول من 24 في التحصم